الجنرال الأبيض افترش ثوبه على جبال لبنان وأنعم على القرى والبلدات بالثلوج التي غطت طرقاتها وقمامها من الشمال إلى الجنوب في البقاع تسببت الثلوج بقطع الطريقة الدولية التي تربط زحل بترشيش دهور إلا أمام السيارات المجهزة بثلاثل معدنية وكذلك طريق عنات الأرز أما طريق دهر البيدر الدولية فبقيت سلكة أمام جنيع السيارات إلا أن الرؤية السيئة وتساقط الثلوج دفعتا بعناصر قوى الأمن الداخلي إلى اتخاذ قرار بمنع عبور الشاحنات من وإلى بيروت تخوفا من الانسلاقات وفي شوف المشهد لم يختلف بحيث تكللت الجبال بالأبيض وتساقطت الثلوج في القرى التي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر وما فوق وإلى صور حيث خلفت العاصفة والأمطار الغزيرة التي تساقطت أضرارا فادحة في الممتلكات والمزرعات وباستين الحمضيات والخضار والخيام الفلاستيكية التي غمرتها السيول كما دخلت إلى المنازل في رأس العين ما أدى إلى تهجير المواطنين فيها اشتركوا في القناة